اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام رئيس مجلس امناء معهد البحرين لتنمية السياسية اكد الحرص على دعم الشباب وتبني افكارهم الابداعية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه حيث يؤكد جلالته دائما على اهمية دعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم لما فيه الخير والازدهار لمملكة البحرين وشعبها واشدد سعادة وزير الاعلام على ان الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السموء الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي اهمية كبيرة للشباب باعتبارهم اساسا للتنمية وعاملا رئيسيا في تحقيق الاهداف الوطنية لما يمتلكونه من شغف متواصل وطموح كبير لخلق الفرص ومواجهة التحديات كافة بروح الفريق الواحد جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الاعلام في اللقاء المفتوح ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية للشباب ضمن الفئة العمرية من 18 الى 29 عاما والذي يتضمن دورات تدريبية وورش عمل في موضوعات مختلفة عبر تقنية الاتصال المرئي واكد سعادة وزير الاعلام ان قائد العمل الشببي في مملكة البحرين سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الانسانية وشؤون الشباب يحمل على عاتقه اليوم مسؤولية كبيرة تتمثل في دعم الشباب والنهوض بهم وتمكينهم ليكونوا صناع قرار المستقبل وقادته مشددا سعادته على ان قيادة سمو شيخ ناصر بن حمد لهذا القطاع تعد قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا ونستلهم منها الافكار والمبادرات لخدمة الشباب في مملكة البحرين واشار سعادة وزير الاعلام الى ان الرهان على الشباب وابداعاتهم ناجح دائما وقد اثبت الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة في وزارة الاعلام صحة هذه المقولة وذلك عبر استقطاب ما يزيد على مئتي شاب وشابة منذ عام 2016 للعمل في الوزارة ما احدث نقلة نوعية مميزة في الانتاج الاعلامي الوطني اشتركوا في القناة